تخيل معايا يا سيد الكل وانتي يا سيد الكل ان النهاردة اكلنا في الطبق ده وسبنا بواء الاكل في الطبق دوت لمدة شهر تقريبا وجينا نخسله سواء انت بتقف في المطبخ كتير او انت بتقف في المطبخ كتير قولولنا تحت في الكومنتات طريقة غسل الطبق دوت هتبقى سهلة ولا صعبة خبرتي القليلة جدا او مش قليلة او يعني في المطبخ احب اقولك ان انت هتتعذب وانتي هتتعذب عقبال ما تنظفوا الطبق ده علشان بواء الاكل فضلت فيه كتير فمسكت جدا في الطبق فنشفت جدا في الطبق فطريقة غسله وطريقة تمضيفه هتبقى صعبة بالزبط قلبك وقلبك لما كل واحد فينا بيزن بزنب بيتحطى على قلبه نقطة سودة تمام الزنب اللي بعده نقطة سودة كمان الزنب اللي بعده نقطة سودة كمان لو انت استغفرت على طول الزنب ده هيتمحي وهيتشال بسرعة النقطة السودة دي هتتشال بسرعة انما لو استنيت شهر وشهرين وسنة وسنتين زي طبق الاكل بالزبط هتتعب عبال ما تشيل اثر الزنب ده من قلبك بالزبط والله استغفر كتير انت هتزنب كتير خلينا نكون متفقين وكلنا نكون وقعيين ومصدقين الحديث ده كله بنقادة مخطاء كلنا هنزنب كلنا هنقع في زنب مخلوقين في طبيعتنا كده فاسدق ده فلما تقع في الزنب متنتكسش خالص وتروح وتنسى وتهيأس وخلاص الدنيا كلها تسود في عينك لأ تو استغفر في الوقت والحال على طول هتلاقي أثر الزنب في قلبك تشيل بسرعة زي الطبق بالزبط هتلاقي قلبك رجع نظيف تاني رجع أبيض تاني ما تأثرش بالزنب دايما نحطها قاعدة في حياتك كل ما تقع في زنب استغفر على طول وانت في عز ندمك على الزنب ده استغفر استغفر والله التوبة من الزنب بعد الزنب مباشرة سهلة جدا وبتنقل قلب بسرعة وبتنظفه بسرعة بل كمان التوبة من الزنب بسرعة بصفة من صفات المتقين والمحسنين الله سبحانه وتعالى لما جئوا صفهم في القرآن ماذا قال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم على طول ذكروا الله على طول فاستغفروا لزنوبهم استغفر نبي صلى الله عليه وسلم حبيبك صلي عليه اللي هشفعلنا إن شاء الله يقوم القيامة صلي عليه كمان مرة بيقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة ليكثر من الاستغفار عايز الصحيفة بتاعتك وكتابك يوم القيامة يفرحك افرح لما تشوفه ما تبقاش حزين وزعلان يوم القيامة بسبب كتابك كتر من الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر كتير يا طيب وانت يا طيبة هتلاقوا قلبكو بينضف والله هتلاقوا قلبكو بيرجع أبيض تاني نقي على الفطرة ربنا ربي نقي قلوبنا جميعا يا رب من الرياء والنفاق والزنوب والاثام ومن كل شر وسوء يا رب العالمين اللهم امين محبوكم في الله شير فتعكم هيفرق شوفكم بكرا ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم وعط الله وبركاته